كل نوافذ الحياة أغلقت في وجوههم ولم يبقى أمامهم سوى نافذة وعيدة نافذة المساعدات البسيطة التي يفتحها أمامهم بعض فاعلي الخير وفي شهر رمضان لا يتصارعون هنا على شيء سوى اليسير مما يقدم لعلهم يسدون به جزءا بسيطا من فراغ بطونه قبيل الوصول إليها يقفون في طوابير طويلة كمعاناتهم طويلة كصبرهم ساعات من الوقف لأجل القليل من الأرز والخبز والإذان عن بلد فيها الناس من هول الحياة موتى على قيد الحياة تقول المنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن أكثر من نصف عدد سكانها يعيشون في مرحلة الطوارئ من حيث الأمن الغذائي حيث أن ما يصل إلى 70% من السكان في بعض المحافظات يجدون صعوبة في إطعام أنفسهم كما يعيش سبعة ملايين في مرحلة أدنى من الطوارئ من حيث الأمن الغذائي 19 محافظة من أصل 22 تعاني من أزمة غذائية حادة تأتي تأزف المرتبة الأولى من بعدها الحديدة الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن قال في مؤتمر صحفي عقده في الآوينة الأخيرة إن أكثر من 13 مليون يمنيين على الأقل بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية الفورية الموقذة للحياة في ظل أوضاع إنسانية صعبة تواصل التدهور مع استمرار تقييد الواردات وعدم قدرة سفن شحن كثيرة على تفريغ حمولتها في الموانئ ويتوقع أن يؤثر عدم الاستقرار المستمر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي المحلي والتسوير قديما قيل إن الجوع كافر ولكن من المؤكد أن هذا الكافر لن يقتله إلا من سيزرع السنابل لا من يزرع الألغام والقنابل شكرا